لو نفسك قبل تتكلم معاك شات زي كده كل اللي عليك انك تعمل لايك الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جين من فيديوهاتنا وتتابع الحلقة للنهاية عشان تقدر تتواصل مع قبل زي كده ويحلولك المشكلة اللي مجاب لك في اي جهاز او اي قطع عندك انت شريها من شركة قبل اهلا وسهلا بمشاهدينا في حلقة جديدة من حلقات النهاردة هنتكلم في حلقة فريدة من نوعها شوية مختلفة عن الستايل اللي بنجدمه حاجة كده تعال معايا هواتف قبل مين فينا ما جالش على هاتف قبل انه مجفل وروح حصلت فيه مشكلة يبقى تنساه او باز او ضاع لو نسيت الباسورد ملهاش حلة او 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 وكنا بنرد عليه ونقول دي وسائل الايمان عالية جدا بتحافظ على خصوصيتك هتقول لي افرد انا معايا جهاز قبل فيدي دلوقت ملك وبتاعي بس يدوب نسيت الباسورد الدخول هل كده معناته ان انا اخسرت اتجاهز بتاع الابد هقولك ما تجلقش خالص في حل بسيط حرفيا جدا وانت معايا دلوقت في الحلقة هخلي شركة قبل بنفسها تفتح لك الفون بتاعك ايوم انت استغربش اجب مكانك كده انزل اعمل لايك للفيديو لازم لايك جماعة ما يباشر عشرين الف مشاهدة وعشر لايكات بس اعمل لايك ده هيفرج معايا فعلا كصنع محتوى هتشجعني ان استمر وكمان تعمل اشتراك عشان تتابع كل جديد لو عجبك المحتوى وتفعل الجرس عشان الفيديو لما ينزل يجي لك على طول كل اللي عليك هتدخل على جوجل وهتكتب عبل صبرت هتقول لي يا عم دعم عبل ده لهيقعد يكتب ونصيح وكده لا يا عم انا خليك تكلم عبل دلوقت بس تزبر شوية هتختار دعم عبل الرسم تمام وكل المواقع بيناه جدامك اياتو هترجاه في صندوق الوصف هنا في نصيح ومساعدات بيجدمها لك في تحديد الموقع والفوتير ونسيت عبل اي دي لا احنا قلنا هنخليك تكلمهم يوبا هتكلمهم تمام خلينا عند الكلام هنا الحصول على الدعم اختيار منتج انو سنساعدك على الوصول افضل حل اختار كلمة البدء الان بس ده كل المطلوب منك تمام كده اه هنبدأ نكلم دعم قبل دلوقت افرح بقى هنختار ايفون او طبعا هنا بيجولك اختار الجهاز اللي عندك فيه مشكلة ادي اختار المنتج بتاعك ونجيب لك افضل حل تقدر تتواصل معنا بالفون وهم اللي هيرنوا عليك ما تخافش وكمان تقدر تواصل شات كتابه او عن طريق الايميل انا مشكلتي في جهاز ايفون تمام فيه اجهزة تاني مور من ابل ولا ايربود ولا ماك ولا ميوزك ولا ايبود لا احنا مشكلتنا في جهاز ايفون مثلا يعني او ده الاغلب اللي معنا كلنا تمام اختارت الجهاز هنا فيه انواع كتير من المشاكل التواصل ولا الربير دامج فيه مشكلة واجع منك في الميت خبط اتكسر واللعاب الاي دي والاي كلاود نسيته مفهوم مشكلة او البطارية او او حاجات كتير تمام هتقول لفرض انا مشكلتي مش موجودة هنا هقولك اختار اي واحدة بمجرد ما توضح لهم المشكلة على طول على طول هم هيحولوك لقسم مختص بحل المشكلة المشكلة دي تمام فليكن ابل اي دي لانها مشهورة جدا وان انا نسيت الاب الاي دي والباسورد والايميل نسيت كل البيانات هتقول لي عندي مشكلة تانية الموقع انجليزي صافي هقولك ما تجلقش تعال فيه تاب كده واكتب تران سليت واللي ما تعرفوش وانت بتكلمهم شات هترجمه على طول المهم هتكتب تران سليت يعني تعمل ترجمة لان انا عند البراوزر بتاعي في مشاكل بس عادي اهل حمد الله هتحلت من الانجليزي للعربي تمام تمام هنا بيقول هتقول له نو سانكس تمام شكرا هنا بيعرض عليك ريست يور باسورد ولا شات ولا اه توقتو عابل سببورت ناو هنا بمجرد ما تضغط عليها وتكتب رقم تليفونك هتلاجي عابل لانت على طول على الرقم ده ويساعدوك في اي مشكلة على طول انت مهداجه خلينا شات بما ان فيش حد هيعرف يتكلم انجليش او اي عدد جليل جدا فخلينا في شات تمام بمجرد ما اخترت شات هيتطلبوا منك الاسم بتاعك بعدين last name تمام بعدين ايميل عادي جدا يكون ايميل بتاعك طبعا عشان يعرفو يتواصلوا معاك عليه من حيث الايميلات حطيت الايميل بتاعي بعدين قلتله continue زي ما انت شايف كده على طول الشات بدأ معايا في الوجهة دي هقول له اللاو استماح بوصول الرسال تكده بتعمل شات مع ابل حرفيا ده الكوت بتاعي هنا بيقول لي thanks for connecting ابل support شكرا ان توصلك مع ابل support My name is Larry اسمه Larry Please give me moment تديني لحظة to look over your information تديني لحظة عشان نشوف معلوماتك تمام هنا ليري بيكتب هيتكلم معاك هويتي وانت هتبدأ ترد عليه من هنا يعني مثلا احنا دلوقتي هنقول له good night بما اننا بالليل زي ما انت شايف عشان نزبط لك ان انسان اللي بيتكلمك مش ربوت هنا طبعا الاسم اللي كتبناه بيقول لي hi kero i apologize for wait time انا اعتزر لو كنت انتظرت وقت to connect us عشان تكلمنا i see it from the connection that brought you here انا i hope you having good day اتمنى لك يعني ان يومك يكون كويس وانت هنا في المكان صاح ان احنا نحلل لك مشكلة طبعا هجبس على end chat بعد نياس عشان يوصل له شعار ان انا جفالت ال chat وفي نفس الوقت يعني من الغلط ان احنا نكفي المكان هنا بيقول لك download the description of conversation تقدر تنزل المحادسة بحيس لو انت مشكلتك متحلتش في اول شات او كانت محتاج هاك فانت تاخد ال conversation ده على الكمبيوتر عشان لما تكلم حد تاني تدي له الكود ده وهو يقدر يوصل للمحادسة دي بدل ما تكتب كل الكلام تاني او تبعت conversation المحادسة ده ياتي لابل مرة تانية او تاخد الكيس كود ده اللي هو اصلا الكود ده يعني ادي نفس الكود 10-15-27-07-29-11 تمام تمام كده دي كانت حلقة النهار ده ما تنساش تعمل لايك الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد من فيديوهات مالحاولة واشتراك في القناة